هي الأخطاء اللي بيقع فيها طالب اللجوء لما بيتقدم لموضوع لم الشمل تمام دي نقطة مهمة جدا أول حاجة الشخص بعد ما يحصل على اللجوء تمام عنده مولة ثلاث شهور يقدم فيهم طلب لم الشمل إذا عدت ثلاث شهور دول يعني بيكون صعب جدا أنه هو يقدر يجيب عيلته عن طريق اللجوء دي أول حاجة ففي ناس بتنسى أو في في ناس بيعدي بقى ست سبع شهور وبعد كده يقرر أنه هو يجيب عيلته خلاص كده رحت عليه تمام النقطة التانية بيجي واحد بيدخل بيعمل المقابلة الأولانية في المركز الشرطة في البوليس وبعد كده بيقول لهم أنا أعذب أو يديهم بيانات زوجة معينة تمام بعد كده يجي في المقابلة عند البيئف آ لهو قال لهم أنا أعذب قبل كده يقول لهم أنا متجوز ويجيب لهم عقد زواج بتاريخ قديم أو يقول لهم أنا كنت متجوز واحدة اسمها كذا لا دي مش اسمها كذا ده المترجم فهمني غلط ده هي اسمها كذا ويكون دي تاريخ ميلاد غير تاريخ الميلاد يعني بيدي معلومات ويرجب عكا يغير المعلومات دي يعني المعلومات الخاطئة بالزبط لا يقدر نقول بالزبط أو مثلا يقول لهم زي ما الاتصال اللي جالنا من الأستاذ عبدالقادر يقول مثلا أنا خرجت من سوريا بال2019 ويجيب عقد زواج إن هو في ال2019 ده مثلا كان في لبنان مثلا يعني تضارب في الأقوال فالبيئف آ بيراجع كل البيانات دي فإذا حس إن الزواج أو المعلومات غير صحيحة حتى لو معالجوء كامل بيرجع يجيله الرفض على لم الشمل وإمتى بيحصل الحالات دي أكتر شيء لما الشخص ما بيكونش عنده أولاد يعني أكتر ناس بتواجه الصعوبة اللي هو بيكون عايز يجيب زوجة واحدة بس لأن البيئف آ بيفقد المصدقية لو فيه لغبطة بالأقوال بيفقد المصدقية إن الزواج ده كان فعلا فعلي قبل دخول الشخص النمسا لأن النقطة هي كل قاتي عشان تعمل لم شمل عن طريق اللجوء لازم يكون الزواج ده قبل لدخولك النمسا مش بعد دخولك النمسا إذا بعد دخولك النمسا لا لازم عن طريق أحد اللي هو زي حالة عبدالقادر ده بالزبت راح عمل عقد زواج ورجع وقدم وقال إن أنا نسيت يعني لما نرتب الأسباب أو الأخطاء أول حاجة المدة عدم الالتزام بالمدة التلات شهور ثاني حاجة الإدلاق بأقوال الخاطئة أو تضارف الأقوال بين عند الوصول ومع معالجة الحالة نفسها بالزبت في حاجة تاني ممكن تخلي الشخص ياخد رفض للم الشمل إذا كان متجوز قاصر يعني واحد متجوز واحدة حتى لو هي دلوقتي بقى عمرها 21 سنة بس لما تجوزها كان عمرها 13 14 12 لحد 15 سنة يعني كل اللي تحت 15 سنة تقريبا النسبة تكون منعدمة إن هو يقدر يجيبها حتى لو قالي أنا هي دلوقتي عمرها 30 سنة لا خلاص أنت لما تجوزتها كان عمرها كم سنة ابتداء من 15 ممكن شوية برضو مش بسهولة نحاول أول من 16 فيما فوق خلاص ما فيش مشكلة يعني من أول 16 ما فيش مشكلة بس من 15 إلى 16 يعني بس القانون هنا المفروض أن يعني القانون هنا بمحدد 18 سنة إزاي بيقدروا ياخدوا اللي عممكن يتجوز من 16 سنة بس بموافقة الأهل